يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد قهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يا الله ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المسهد العظيم لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة من فرط فيها في جنب الله يناديه رباه رباه ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدون فيها رسول الله أعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل يلادى نداء النعيم أو نداء الجحيم ألا ليت شعري هل يقال يا أن يتمنس المطلع لا يتمنس المطلع هل يقال يا أن يتمنس المطلع هل يقال يا أن يتمنس المطلع هل يقال يا أن يتمنس المطلع تخرجين عصخة النوم نه completa لحل تحرير كيف سفكر الخوادر في نهاية ما ہل يخ الرأم لا لي بشري تلك الساعة التي اخفت مفاجم الصالح فراتي توفرات على المر وفي لحظة واحدة واصمت الروح الى البروان والتبت الساق بالساق إلى ربك يوم البرمساق هناك تحص العبد بدار غيبة ومنازل رهيبة عجيبة فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من دار الهوان إلى دار النعيب المقيم فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة آخرى وفي لحظة واحدة من جهار الأشرار إلى جهار الواحد القرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر